قضت محكمة وبضبل التحدي الاستنافية دائرة أمن الدولة بإدانة 53 متهما من قيادات وعضاء تنظيم الأخوان المسلمين الإرهابي وست شركات في قضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة علاميا بقضية تنظيم العدالة والكرمة الإرهابي وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة التي يبلغ قدرها 20 مليون درهم وحكمت المحكمة على 43 متهما بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم أجنة العدالة والكرمة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوات الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على بواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشرة سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملعين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله كما عقبت ستة شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ عشرين مليون درهم وبحل واغلاق مقارة تلك الشركات ومصدرة إصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها ومصدرة المواد والأدوات كافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوة الجزائية لعدد أربعة وعشرين من المتهمين من جرائم التعاون وإمداد تنظيم الدعوة لإصلاح الإرهابي بالمال وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليها